موسيقى نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أشهد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي رئيس مجلس إدارة صندوق نظافة وتحسين المدن بالدور الخدمي والإرادي الذي يقوم به صندوق نظافة في المحافظة داعيا إلى تعزيز الدور الذي يعكسه على الواقع من خلال خططه وبرامجه للعام القادم 2023 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المحافظ خلال افتتاحه لأعمال الدورة الاعتيادية السابعة للمكتب التنفيذي وناقش التقرير نشاط صندوق نظافة ونشاط مكتب التعليم الفني وتدريب المهني حيث وجه المحافظة تركي قيادة الصندوق بضرورة بذل جهود مضاعفة للرقي بنشاط نظافة خلال العام القادم والاستفادة القصوى من إرادة الصندوق لتنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في إظهار وجه المدينة بمنظر جمالي يليق بها والاستفادة من دعم المنظمات العاملة في المحافظة وبدوره أشهد مدير عام صندوق النظافة في المحافظة محمد الرجاعي بدعم السلطة المحلية الدائم لنشاط الصندوق ومطالبا بدعم حكومي أكبر أسوة ببقية المحافظات للإفاء بمهامه المتمثلة في قطعة نظافة والتحسين في مديريات المحافظة كما نقش أعضاء المكتب التنفيذي تقريرا موجزا عن نشاط مكتب وزارة التعليم الفني وتدريب المهني في المحافظة الذي تضمن أنشطة التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة وما يشهده من تطور ملموس باعتباره رافدا أساسيا لأسواق العمل حضر الاجتماع عددا من مكلاء المحافظة والقيادات الأمنية ومدرع عموم المكاتب التنفيذية وفروع الوزارات في المحافظة التقى محافظ شبوى عوض محمد بن الوزير في عتق بقيادة الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات برئاسة رئيس الهيئة الدكتور أحمد بطايع ونائبه سالم العامري ومستشار رئيس الهيئة علي البكري وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشات عددا من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط فرع الهيئة بالمحافظة والجهود التي يبذلها من أجل تمكينه من القيام بالمهام والواجبات العملية المناطبة كما جرى استعراض أبرز المعوقات والمشاكل التي يواجهها الفرع في هذا الجانب وتم تدارس السبل الكفيلة بمعالجتها وتذليلها وتعزيز التعاون والتنسيق الفاعل في هذا الاتجاه بين المحافظة ورئاسة الهيئة وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات العملية التي من شأنها تفعيل عمل ونشاط فرع الهيئة بالمحافظة والحفاظ على عدد من المواقع الأثرية من عمليات الصد والاعتداء على محتوياتها وحدودها تاريخية وأكد المحافظة للوزير على ضرورة وأهمية تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على المواقع الأثرية التاريخية وحماية أثارها باعتبار ذلك يمثل كنوزا وطنية غالية لا تقدر بثمن ومشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات للمواقع الأثرية بالمحافظة ولفرع الهيئة فيها مبديا استعداد قيادة المحافظة للمساهمة الفاعلة في جهود الحفاظ على أثار المحافظة والمواقع الأثرية فيها التقى محافظ محافظة شبو عوض محمد بن الوزير بعثة فريق كرة القدم بنادي التضامن الرياضي بعتق الذي سيشارك في تصفيات أندية الدرجة الثانية لكرة القدم المؤهلة للدرجة الأولى ضمن المجموعة الثالثة التي ستقام مبارياتها في سيئون بحضر موت وخلال اللقاء استمع المحافظ بن الوزير من أعضاء البعثة إلى شرح متكامل عن استعدادهم للمشاركة في مباريات تجمع سيئون ومؤكدا على ضرورة بدل قصار جهودهم من أجل المشاركة الفاعلة والمشرفة في هذا الحدث الرياضي متمنيا لهم التوفيق والنجاح في هذه المسابقة والتأهل لدور الأضواء وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للمحافظة لشؤون الشباب والرياضة سالم الأحمدي والقائم بأعمال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سالم ظويفر ورئيس نادي التضامن الرياضي أحمد لقور كرمت إدارة نادي محافظة المحافظة بدرع النادي تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للنادي التقى محافظة أرخبيل سقطرة المهندس رأفة علي الثقلي بأحمد العمري مدير مخيم العيون الذي سيقام بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي تنفذه مؤسسة البصر الخيرية العالمية بمحافظة سقطرة وخلال اللقاء أو خلال الأيام القادمة حيث ناقش الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال وكيل أولى المحافظة وكيل شؤون الجزر رائد الجريبي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة سعد عامر الوسائل والطرق المثلة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المخيم المجاني النوعي الطبي لجراحة العيون وخلال الاجتماع أوضح العمري بأن المخيم يستهدف معايرة أكثر من أربعة آلاف حالة وصرف الأدوية والنظارات الطبية وكذا تقديم الاستشارات الطبية للذين يعانون من أمراض العيون كما سيقوم المخيم بتنفيذ عدد من العمليات تصل من 250 إلى 300 عملية إزالة للمياه البيضاء مع زراعة عدسات للمحتاجين وسيقوم المخيم في الوقت ذاته على تنفيذ ما يقارب 100 عملية متنوعة لأمراض العيون من عمليات الجولوكومة والقناة الدمعية وعمليات العيون للأطفال من جهته قدم محافظ المحافظة الثقة للشكر والتقدير للقائمين والداعمين والمنفذين لهذا المخيم الطبي كونه عمل إنساني وفي غاية الأهمية لكون السقطرة تحتاج إلى إقامة مثل هذه المخيمات الطبية والإنسانية نظرا للبعد والعزلة وقلة الإمكانيات وأكد الثقة لأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستذلل كل الصعاب إن وجدت من أجل إنجاح هذا المخيم وللوصول به إلى الهدف الذي حدد له التقى نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلاد نانستور أوموهانغي لتوديعه بعد انقضاء فترة عمله في اليمن وخلال اللقاء شهد الوجيه بشاركة وزارة الشباب والرياضة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن بدعم المشاريع الشبابية من خلال دعم مركز الشباب واستراتيجية قطاع الشباب وأشار إلى أهمية استمرار الشراكة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ودعم المشاريع الشبابية وقطاع المرأة من جانبه شاكر نيستور أوموهانغي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا وزارة الشباب والرياضة وتفاعلها مع مشاريع الصندوق داعيا إلى استمرار التنسيق مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة وفي الختام سلم نائب الوزير درع وزارة الشباب والرياضة لممثل صندوق الأمم المتحدة تقديرا وعرفانا لدوره في دعم مشاريع الشباب في اليمن وحضر التوديع وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة ورئيس المكتب الفنية الدكتور حسن عبد الربو رأس الأمير العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد اجتماعا ضم مدراء عموم الزراعة والاستثمار وأراضي وعقارات الدولة والأشغال العامة ومدير عام مديرية خنفر وكرسة لمناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بقضايا الأراضي المصروفة لغرض الاستثمار وكذا تعميم محافظة أبيان الخاص بمنع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية في إطار المحافظة على الرقعة الزراعية في المحافظة وأكد الأمير العام على أهمية عقد لقاءات دورية للقطاعات المختصة بالمحافظة للوقوف أمام تقييم الوضع للأراضي وإيضا الإجراءات المتخذة لضبط المخالفين كما أكد على ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات المختصة بالمحافظة عند إتمام معاملات توثيق الأراضي وتحصيل الرسوم المستحقة من ضرائب وواجبات لافتا إلى أن محافظة أبيان الزراعية وينبغي سعي الجميع الحفاظ على الأراضي والعمل باتجاه دعم وتطوير التنمية الزراعية مؤكدا أن قيادة المحافظة تدعم الاستثمار بمختلف جوانبه باعتباره أحد الأعمدة للتنمية الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية في المحافظة أقامت جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بمحافظة لحج حفلا فنيا وتكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين تحت شعار بصيرة تكفي بحضور أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي وتهدف هذه الفعالية إلى إثبات إبداع المعاقين في شتى المجالات والعمل على تبكينهم والاستفادة من المواهب التي يمتلكونها وكذلك إبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية والإبداعية بالإضافة إلى تعريف المجتمع بالمشكلات التي يعاني منها الأشخاص أصدوي الاحتياجات الخاصة وفي حفل الافتتاح أكد الأمين العام على دعم السلطة المحلية في المحافظة لفئة المعاقين وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهم من جانبه دعا الرئيس الفخري لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين حسين الوردي كافة الجهات الداعمة إلى دعم فئة المعاقين والشد على إيديهم وتسهيل الصعوبات التي يواجهونها وتخللت الفعالية العديد من الكلمات والأغاني والمسرحيات التي تظهر إبداعات المكفوفين في مختلف المجالات برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة نظم صندوق نظافة والتحسين اللقاء الموسع للخطبة ورؤساء لجان الشراكة المجتمعية والشخصية الاجتماعية ضمن مشروع مدينة أجمل المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجدأسي نظم صندوق نظافة والتحسين اللقاء الموسع الخطبة ورؤساء لجان الشراكة المجتمعية والشخصية الاجتماعية وكيل المحافظة عبدالل باكري والمدير العام التنفيذي لصنوق نظافة والتحسين المهندس محمد عطية أكد أهمية ودور المجتمع في مساندة عمال نظافة وتعزيز الوعية بين عامة الناس لخلق شراكة حقيقية للحفاظ على البيئة المحيطة بالإنسان إننا اليوم أمام محطة هامة تحمل مسؤوليتنا في الحفاظ على بيئتنا والحفاظ على مدينتنا مدينة أجمل هذا الشعار العريق الذي يجب أن نجسده النظافة سلوك فلكن يجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نتعاون نتعاون جميعا في نظافة المدينة نظافة البيت نظافة الشارع لا بد أن نكون مجتمع مواطنين أفراد جيش أمن كلنا جميعا المنظومة واحدة ونركز جهودنا بتعاوننا مع صندوق النظافة والتحسين فلن يرتقي شعب إلى أوج العلا ما لم يكن بانوه من أبنائه وما نرجوه هو أن نرى دوركم الفاعل في التوعية والتثقيف والتوجيه نعمل أن نسمع من الخطباء حكمة ترشده وتوجه لمجتمع للحفاظ على نظافة بيئته ونرجو أن يكون العقال الحارات همه ومشاركة تسهم في تعديل سلوك المجتمع تجاه النظافة وأن يستمر جهود وتفاعل مدراء الأمر في الحفاظ على استمرار كل تلك الجهود فبإرشادكم وهمتكم تتكاثف الجهود وإثمر العمل فالبيئة بيأتون جميعا والنظافة مسؤولية الجميع فالمجتمع بحاجة إلى توعية وإرشاد دائم ومستمر فلا نريد أن تكون أنشطت هذه الحملة سحابة عابرة بل نريدها أن تكون غيثا مدرارا يغدل العقل ويهدب النفس ويعدل السلوب رسالتنا إليكم باعتباركم أنتم نخبة المجتمع القيام بدوركم الفاعل في نشر الوعي ودعوة الناس للحفاظ على البيئة والمساهمة في أعمال النظافة والتعاون مع صندوق النظافة والتحسين ورسالتنا إلى المجتمع بشكل عام باعتباره شريكا مهما للصندوق بأن يشارك عمال النظافة جهودهم ووضع الفايات بالأماكن المخصصة لها أكدت الكلمات والفقرات المختلفة على أهمية مسنرة الجميع لتعزيز النظافة والحفاظ على البيئة لوحات جمالية تبتهج لها النفوس رسمت ملامحها السواع للسمراء رصناع الجمال في مأرب الأرضي والإنسان عدل الفضائية محمد قداسي مأرب التقى وكيل محافظة حضرموت المساعدة القائم بتسيير أعمال شؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ومعه اللجنة الاستشارية بالمحافظة لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في بلادنا بمدينة سيئون التقوا بالقيادات النسوية في القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في وادي وصحراء حضرموت وأشار الوكيل السعيدي إلى اهتمام السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بالقطاع النسوي موضحا أن حضرموت ستتغلب على جميع الصعوبات بتكاتف جميع أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومشددا على الحفاظ على سلمية المحافظة وتجنبها للصراعات من جانبه أكدها رئيس اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت محمد عبد الله الحامد اهتمام اللجنة بالقطاع النسوي وتأكيد دور المرأة في كافة المجالات مجددا مقوف اللجنة في تعزيز مهامها ودعم الأنشطة بشكل خاص التي تقوم بها عدد من المنظمات النسوية بالوادي والصحراء وتطرق نائب رئيس اللجنة الأستاذ محسن نصير إلى تأكيد وحدة وتماسك حضرموت مشيدا بلجنة التنسيق في وادي وسحراء حضرموت حيث أعطت عضو اللجنة الاستشارية بالمحافظة فائزة بمطرف نبذة مختصرة عن أنشطة ومهام اللجنة مستعرضة أدوار المرأة الحضرمية في داخل وخارج الوطن واستمع أعضاء اللجنة من المدير العام للإدارة العامة لإدارة المرأة في ديوان الوادي والصحراء كفى بن علي جابر وجميع الحاضرات إلى أبرز نشاطات المرأة معرجين على جملة من الصعوبات التعليمية والتنموية والمعيشية التي تواجه المرأة في وادي وصحراء حضرموت دشن مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الدوود ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة المهندس قائد راشد أنعم حملة رفع الأتربة المتراكمة من كافة شوارع منطقة السنافر والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وخلال التدشين أكد الدوود أهمية الحملة كونها تتضمن إزالة وكنس الأتربة المتراكمة لسنوات عديدة في جميع شوارع منطقة السنافر والتي تعد إحدى المناطق السكانية بمديرية المنصورة ذات التخطيط العمراني السليم ومشيدا بجهود القائمين على صندوق النظافة بعدا وعلى رأسهم قيادة الصندوق وعمال النظافة في القيام بدورهم وواجباتهم على أكمل وجه بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجههم في تنفيذ أنشطاتهم بالشكل المطلوب فيما أشار المهندس أنعم إلى أن تنفيذ الحملة في منطقة السنافر بمديرية المنصورة تأتي ضمن عدد من حملات النظافة في عدد من المناطق بمختلف مديريات محافظة عدن لإبرازها بمظهرها الحضاري وإعادة رونقها الجمالي داعيا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة في الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء مناطقهم بمشاركة ممثل عدد من المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في عدن أقام قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن لقاء موسع مع ممثلي ثمان مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إلى التفاصيل وتقرير وضح الشليل ثمان مبادرات شبابية تطوعية استهدفها اللقاء الموسع الذي انعقد بديوان وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع كلمة وزارة الشباب والرياضة ألقاها الدكتور حسن عبدربو رئيس المكتب الفني بديوان عام وزارة الشباب والرياضة نقل خلالها تحيات وزير الشباب والرياضة نايف البكري للمشاركين مؤكدا حرص الوزارة على دعم مبادرات الشباب وتذليل أي معوقات بالتواجه نشاطهم طبعا الوزارة الشباب والرياضة قامت بالتواصل مع مكتب الشباب في عدن لإحياء هذا اليوم ومكتب الشباب قام في التواصل مع المديريات وقام مدير مكتب الشباب في عدن بالتواصل مع المديريات ورفع المبادرات والجمعية النشطة والجمعية المبادرات اليوم قامت برفع مقترحاتها آلية تنفيذ المبادرات التطوعية المزبع تنفيذها في عموم مديريات محافظة عدن هو ما تضمنه برنامج قطاع الشباب الذي ضم ممثلي المبادرات الثمان نحن ممثلين عن مديرية الصيرة في اليوم العالمي للتطوع طبعا مشاركنا في مبادرة اسمها بعنوان الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة والتوعية فيها كيف نعمل على توعية المرأة بناتنا واخواتنا في المجتمع طبعا نحن معانا في اليوم العالمي للتطوع حملة نظافة في مديرية خرمكسر على ساحل الابين وعلى الدولات الجديدة في خرمكسر الأنشطة الانحل اللي بنقوم بها في المبادرة تستهدف أكثر من منطقة في مديرية البريقة من هذه الأنشطة أنشطة حملات نظافة وكمان معانا أنشطة توعوية التي هي متعلقة في التحرش الإلكتروني في أكثر من منطقة في مديرية البريقة وكان اللقاء الخاص الذي أقامه قطاع الشباب والرياضة بمشاركة ممثل المبادرات الشبابية والعمل التطوعي بعدا تم خلالها التعريف بمهام ونشاط كل مبادرة مع تقديم البرنامج التطوعي الذي سينفذ على الأرض ليختتم هذا اللقاء بتسليم ممثل المبادرات مبالغ مالية تساعدهم في إقامة وتنفيذ هذه المبادرات لقناة عدن الفضائية والضاح الشريلي عدن دشنات جمعية الكشافة والمرشدات بعدن فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار يدنا بيدكم والكشاف بخدمتكم وذلك برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري وبإشراف قطاع الشباب بالوزارة وتخللت الفعاليات التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بعض الأعمال التطوعية التي نفذها شباب الكشافة والمرشدات بعدن فرقة رسول السلام ومن ضمنها توزيع الكمامات والمعاقمات على المستفيدين من برنامج الحوالات النقدية التي فتحت الجمعية أبوابها لاستقبال الحالات وتواصل جمعيات الكشافة والمرشدات بعدن خطتها ضمن اليوم العالمي للتطوع بتنفيذ بعض الأعمال التطوعية التي تهدف إلى توحيد المفاهيم الخاصة بالتقاليد الكشفية والإرشادية وأساليب ممارساتها بطريقة صحيحة وتسخيرها لخدمة المجتمع بما يساعد على إرساء قيم وعادات كل فئات وشرائح المجتمع أكد نائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز فؤاد الفقي إلى فاعلية العمل الطوعي المجتمعي في وقت كان استثنائي وحرب يحتاج التكاتف والعمل بروح الفريق جاء ذلك خلال احتفال مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بيوم القطاع أو بيوم التطوع العالمي التفاصل في التخير الذي أعدته الزميل نعائم خالد تفعل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي تقيمه المنظمات العاملة في المجال الإنساني التطوعي وذلك لأهمية العمل الطوعي في الظروف الصعبة التي تعانيها المحافظة من حصار متعب للإنسانية والإنسان ولهذا يجب التكاتف المجتمعي في تخفيف وطأة المعاناة ولن يكون هذا إلا بالعمل الطوعي النابع من الذات واحتياجا مجتمعي يسهم بشكل فاعل في مساعدة البسطاء في الريف والمدينة وتقديم الخدمات مهما كانت بسيطة إنما مفيدة المجتمعات وتأتي من صلب التطوع والعمل الطوعي في البدل والعطاء للحياة والعمل في المجالات الحياتية المختلفة نحتفل اليوم هنا بنادي تعز برعاية مكتب الشركة المهما والعمال باليوم العالمي للتطوع تأتي هذه الفعالية كيوم عالمي دشتنتها الأمم المتحدة في 5 ديسمبر لجميع المطوعين في العالم الجميع المطوعين المطوعات في العالم كان بمحافظة تعز والجمهور الإيمانية بشكل عام خلال فتاة الحرب قدم المطوعين المطوعات دورا كبيرا وبارزا في تقديم جميع الخدمات الإنسانية في قطاع التعليم والصحة وفي قطاع اللغاثة وقطاع التنكين كان لهم دورا كبير جدا حيث كانوا يبدون قسورا من اللغاثة أو قسورا من العمل الإنساني أثناء فترة الحرب فكان لابد للمكتبة الاجتماعية والعمل أن يرعى هذه المبادرة الكبيرة ويقدم الشكر الكبير جدا لجميع المطوعين المطوعات على مستوى محافظة تعز من منظمات المجتمع المدني والمبادرات والاتحادات الشبابية نعمل من خلال برامج مختلفة على تشقيع التطوع والعمل الطوعي في المحافظات بشكل عام وفي المحافظة تعز بشكل خاص من خلال إشراكهم في المشاريع سواء كانت مشاريع إنسانية أو مشاريع بناء السلام أو مشاريع مجتمعية أو مشاريع تعزيز التماسك المجتمعي أيضا نقوم بتشكيل وبناء قدرات مبادرات شبابية منظمة الشبابية تعمل على تأسيس وتشكيل وبناء قدرات مبادرات شبابية تعمل في العمل التنموي والإنساني وحل النزاعات المجتمعية المبادرات هذه بعضها مبادرات مسوية ويقودها نساء وبعضها مبادرات شبابية والبعض الآخر منظمات أو مبادرات مجتمعية أيضا نعمل على تعزيز العلاقة بين السلطة المحلية وهذه المبادرات والمتطوعين بشكل عام بين الفاعلين وهذا يساهم في زيادة التماسك الاجتماعي والعلاقة ما بين القهات وبين المتطوعين ويساهم أيضا في إعطاء المتطوعين العلاقات أكثر وفاعلية أكثر في المجتمع نهني أنفسنا ونهني الشعب اليمني وقميع المتطوعين في كافة أنحاء العالم داخليون خارقيا طبعا التطوع هو خدمة نقدمها لهذا الشعب بكل معاني التطوع ومعاني الحب وخدمة هذا الشعب من أجل تغيير سلوكيات من سلوكيات خاطئة إلى سلوكيات صحيحة أيضا من خلال التطوع أنه نلاقي صعوبات كثيرة ونلاقي هذا كان الحمد لله نحن نتقبلها بكل روح رياضية من أجل نحن غير هذه الأبكار إلى أبكار صحيحة العمل الطوعي بالنسبة لحياة بدأت بعمل طوعي كمعلمة لإيماني بأهمية التعليم وخدمة الوطن خلال فترة الحرب فكان خروجي إلى العمل في مدرسة لتعليم الأطفال في زمن الحرب والأجل لا تقف العملية التعليمية ويتدهور مستوى للتعليم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع يحتفل أبناء محافظة تعز وخصوصا المطوعين الذين يغرسون بذرة الأمل والحياة للمجتمعات وخصوصا في ظل الحرب المستعرة في مدينة تعز المنكوبة نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز في إطاره حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أقام اتحاد نساء أبيان في مديرية زنجبار بالمحافظة المسرح التشاركي لمنصرة قضايا المرأة في إطار برنامج مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بمشروع توفير سبر العيش والتمكين الاقتصادي بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ وعدد من القيادات المحلية والنسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصية الاجتماعية وعقال الحارات وناشطين وحقوقيين وإعلاميين وفي مستهل الفعالية ألقت أمن عام التحاد نساء اليمن بأبيان كلمة أكدت فيها على أهمية تعزيز الأنشطة المتنوعة لنصرة قضايا المرأة ووقف العنف ضدها باعتبارها عنصرا فعالا وهاما في المجتمع لافتة إلى أن فرع التحاد نساء اليمن بأبيان يناصر قضايا المرأة بصورة فاعلة وإيجابية من خلال دعمها اقتصاديا بتنفيذ مشاريع صغيرة ونشر الوعي القانوني والحقوقي وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب شاملة في مختلف الجوانب هذا وقدمت أو قدمت فرقة المتحدين المسرحية عرضها المسرحي والذي من خلاله قدمت عرضا لعدد من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي وأهم المشاكل التي تعاني منها الأسرة ومن تمييز أو من التمييز بين الأبناء والعنف الذي يمارسه رب الأسرة على أسرته وهدفة المسرحية إلى أهمية توعية وتثقيف المجتمع والأسرة بخطورة هذا العنف على الأسرة والمجتمع ككل وفي ختام المسرحية قدمت المداخرات التشاركية حول العرض المسرحي والقضايا التي تناولتها لقضايا المرأة ودعم أنشطتها بصورة فاعلة وإيجابية وصلنا مشاهدي الكرام إلى ختام النشرة أراكم بخير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة